رجعنا لحضراتكم مشاهدينا علشان نتكلم عن الفقرة الفنية عندنا مجموعة من المشغولات الفنية معظمها من الخشب ممكن أننا نستخدمها في بيوتنا نطور من أدوتنا اللي بنستخدمها وخصوصا أننا مقابلين على شهر رمضان الكريم وكل أسرة بتحب أنها تضيف لمسة فنية مختلفة تتماشى مع أجواء رمضان معينا دلوقتي ضفتنا اللي من ورانا هي الأستاذة نانسي عبدالعزيز صاحبة هذه المشغولات اليدوية مرحب بك مرسي قوليلي يا نانسي معرفيني بنفسك كده قوليلي أنت بدأت بداية الحاجات دي بقالك قدي تشتعلي في ديكو بقالي 10 عشهور بأخذ كورسات الأول اتفرقت على اليوتيوب وبعدين بدأت أخذ كورسات في أماكن كتيرة الحقيقة كل كورس أضف لي حاجة واجات لي فكرة الديكوباش بأن أنا عندي صفرة قديمة كانت نفسي غيرها بس لقيت الأسعار مرتفعة جدا فأخذتها واحدة غيرتها لمية وتمانين درجة فأنا قلت بقى اي قاف تشوف ايه الديكوباش دوت دخلت لقيته فن جميل ولا بيطلع كل الطاقة السلبية اللي عندك ومليان تكنيك كتير قوي يعني هو مش حاجة واحدة بتشتغليها أنتي بتشتغلي حاجات كتيرة فبتزهيقش منه مليان ألوان مليان حاجات بتضيف للبيت حاجة حلوة عندك حاجة قديمة صنية سلستير صنية نحاس أي حاجة قديمة ممكن بتجدديها وتعمليها بشكل جديد وتستخدميها فأعادة استخدام لكل حاجة موجودة في البيت هي فكرة أعادة الاستخدام دي فكرة لطيفة جدا لأن الواحد الست يعني بتزهق بتبقى عندها حاجة وبتستخدمها وبعدين زي ما حضرتك قلت التكلفة بقت عالية فأنا عندي صنية إذا كان نتكلم عن صنية وبستخدمها ما حصل لاش حاجة يعني هي كويسة بس أنا زهقت ومش قادرة أن أنا أشتري صنية جديدة ممكن من خلال الديكوباج أغير في شكلها زي صنية النحاس والسيبرتية دول حاجة قديمة عندي قعدت استخدامهم وعملتهم ديكوباج فبقى شكلهم اتغير وقلت خليهم لرمضان أيوة فعلا كمان أنت عاملة مجموعة من الأشغال أنا كنت فكرة أنه كله خشب بس بس اكتشفت أنه فيه خمات مختلفة عندك النحاس وفيه ده بورسولان؟ ده بورسولان طيب قوليلي بقى الدورات التدريبية اللي خدتيها كافية أنها تعلمك من الألف للياء أن أنت تعرفي تبدأي ما كانش عندك أي فكرة قبل كده مش كورس واحد الحقيقة لازم تغذي مع ناس مختلفة وناس كتيرة لأن كل واحد حيفيدك بتكنيك يعني فيه كورس خدته هي معيدة في الكلية فاهمتني يعني إيه ققيس إن أنا بص للشكل أعرف إزاي أختاره إزاي أقيس كم صمتي والسيمترية بتاعتها وكده هو التانية علمتني حاجات تانية كل كورس خدته أضاف لي بصراحة وأنا باخد لحد الوقت أو يعني بدأت تشاركي في معارض ولا لسه؟ شاركت في معارض في نادي نادي بتاعنا نادي المعادي فشاركت في إيه؟ طيب شايفة الشغل بتاعك لأ روايج يعني الناس أعجبت بشغلك ولا ملاقتي الناس بتقولك فيه شوية ملحوظات مثلا؟ لا الحمد لله كلهم يعني كانوا مبسوطين جدا وقالوا لي إنه حلو وقوي إنك لسه بدأ وعملتي الشغل دوت ناوي أنك تشاركي بعد كده في معارض تانية؟ إن شاء الله بتستعدي لما يبقى عندك معارض زي اللي شاركت فيه الأول معارض يعني بتستعدي قبليها بقد إيه؟ بتحضري كم قطعة ولا بتبقي مش عارفة؟ قبليها بشهر لازم أكون بابتدي استعداد وبشوف مكان اللي هما هيدنهولي يستحمل إيه؟ وبعمله ودين بعمل حاجات وأنا أختار منها إيه اللي ينزل المعرض وإيه اللي خليه؟ طيب لما بتشتغلي في حاجة بتلاقي أن أنت بتتقدمي ولا بتلاقي أن أنت زي ما أنت بس الشغل حلو؟ لا بلاقي أتقدم أولا بعرف الحاجة اللي باخد فيها وقت طويل في الأول وانت بتستخدمي الحاجة ممكن حاجات كتيرة بتبوص بكي وتتقطع وتعمل لا مع الوقت بتبتدي انتعار فتعملي ده إمتى؟ تدمجي اللون إزاي؟ تكوني اللون إزاي؟ تستخدمي التكنيك ده في المكان دوت فده طبعا بيجي بأنك أنت بتشتغلي أكتر كل ما بتشتغلي أكتر كل ما بتقدر يتنتجي أحسن؟ الموضوع ده خد منك وقت طويل يعني مثلا كنتي الأول بتلاقي اليوم بيعدي بطيء دلوقتي مش ملاحقة؟ مش ملاحقة لدركة أن أنا ما بحسش باليوم أنا بلاقي بالليل جيه إذا هو اليوم خلص؟ وبصراحة يعني هو بيطلع كل التقاط اللي جواك سلبية يعني بيخليك مبسوطة أنك بتنتجي حاجة أنك حتى حاجة عندك زهقتي منها فبتبتدي تاني تعمليها بشكل تاني واختلف كمان الناس بدأت دلوقتي عندها أفكار مختلفة أنا وأنا رايح أزور حد بقيت أفكر بدل ما أجيب له طبق حاجة حلوة بفكر أن أنا أجيب له حاجة ديكار بسيط ممكن يتحط في البيت يبقى سوفينير شكله حلو في نفس الوقت حاجة لها قيمة فأعتقد أن الأفكار دي ممكن تساعدنا في هدايا ممكن وإحنا رايحين للناس نزورها فعلا أنا واحدة صاحبتي جات خدت طلبت مني حاجات قايت لي عشان في الفطار بدل ما أروح أخذ أي حاجة لا أنا هاخد لهم حاجات من المعمولة وقايت لي وحضري لي كم حاجات تانين أن أنا بأخذهم كل الزيارة كذا ناس قالوا لي كده فعلا هي فعلا فكرة هايلة طيب أنت عملة صواني وعملة ستندات وجايبان فوانيس كمان طب قولي لي إيه حكاية فنوس المكرمية المكرمية هو أنا بحب أصلا الحاجات الفنون فطول عمري بشتغل يعني كنت بشتغل لسية واشتغلت كروشية واشتغلت مكرمية فدي الحاجات اللي أنا بحبها بس ديكوباج عجبني أكتر حاجة المكرمية دي ممكن إن إحنا نحط جواها لمبة وحينور مش كده بحط فوقيها بي لايت أسهل بجيب بي لايت أحطه عليها بيبى شكله جميل جدا وبعدين أنا عاملة منها نجمة وعملة هلال عاملة كذا شكل كمان اللوجو بتاع رمضان ده اللي هو الفنوس والنجمة ده مسيطر على القاعدة كلها طبعا ده بدايات رمضان بتزيني بيها البيت بتضيف لك لون جديد وبالذات إن إحنا بنحاول إن إحنا نستخدم ألوان مش تقليدية إيه الخامات اللي بتستخدميها صحيح في الألوان تستخدمي إيه بنستخدم ألوان تبشرية اللي هي تشيك بنت وبستخدم ألوان جواش وألوان أكريليك كل حاجة بتبقى لها الألوان اللي هتستخدم فيها الخشب غير بورسولان غير طبعا كل حاجة بتستخدميها حاجة مختلفة عن التانية طيب قوليلي لما بتعودي تشتغلي كمان أنت عاملة أفكار لعلبة الشوك والمعالق وعلبة الشاي والحاجات دي بتبقى الحقيقة مفيدة جدا في البيوت في العزومات أو في التجمعات الأسرية تبقى محتاج شوك كتير ومعالق كتير والشاي والحاجات دي بيبقى محتاجين فعلا حاجات تبقى شكلها حلوة أيها أنا كمان بحب الألوان مش بنيات مش غوامة أنا بحب الألوان الفتحة فدماني بحاول أن أنا أجيب ألوان مختلفة في أنها تدي يعني بهجة للبيت تدي سعادة للهو بيحبها بس هي الأفكار حلوة طب عرفيني بقى الشغل اللي معانا ده يعني يشرحي لي احنا تكلمنا عن الصينية وعن السيبرتية كل حاجة فيها اختلاف يعني أول طبق ده مش تغالها على أزاز شفاف اسمه ديكوباش معكوس بتشتغليه من وراء فالطبق الثاني بورسلين عادي بتشتغليه برضو بس ليه تكنيك مختلف كل حاجة فيهم الصواني مثلا أول واحدة تحت في حاجة بتستخدميها اسمها تشيك بتعملي عشان تعملي الشغبطة اللي فيها دي لازم بتستخدمي تكنيك معين هو اللي حلو في ديكوباش ان التكنيكات كتيرة يعني ممكن تعملي كريكليه ممكن تعملي تشيك ممكن بتعملي حاجات كتيرة فبتزهقيش فتلاقي كل حاجة هي بتديكي ان تستخدمي ايه يعني مثلا المعالق والشوك دي لونها أبيض فحسيت ان انا لو استخدمتها انها مع ست ممكن تتوسخ فعملتها ألوان من جوه أيوة والإطار بتاعها مكتوب عليه كافي وتي وحاجات جميلة وكابوتشين وكل الحاجات طيب العلبة اللي هناك دي انا متخيلها انها علبة الشاي دي علبة الشاي بتبقى من تقسمها من جوه بدي استخدمها للشاي انا عملها في وممكن اكسسوارات طبعا ممكن تستخدم لحاجات كتيرة بس هي الاكترية انا عملها بصراحة للشاي والحاجات رمضان برضو العزومة طيب قوليلي الخشب نفسه انت بتجيبيه ازاي لان اكيد مش انت اللي بتعمليه لا مش انا في شركات بتنزل خشب اتعرفت عليها فبدأت ان انا بروح لهم وبشوف الحاجة وبختار منهم لان بيبقى عندهم افكار كتيرة فانا بقى بقعد اشوف ايه الحاجة اللي تناسبني يعني صواني علب ارباء بيبقى عندهم بصراحة كل حاجة بتبقى موجودة عندهم وانت تختاري الحاجة وتفكر لها بقى هترسمي عليها ازاي ابتدي بقى اطلع الاشكال اطلع صور ابتدي اشوف ده هيمشي معا ايه انا بحطهم قديم باش محددة ده هيتعامل فين وده هيتعامل فين اه يعني هي الفكرة بتجيلك حسب الموت بقى وحسب القطع اللي قدامه دو الزبط الرسومات نفسها انت بترسميها ولا بتطبعيها وبتحطيها لا بتطبعها بتطبع اه اه ما جربتيش ان انت ترسمي بقى لسه موصل نفس المرحل دي هم انا باخد كورس دلوقتي رسم فبدأ فيه لسه ببتدي فيه فهو المرة يعني يا حيب ان شاء الله بعد كده انا اللي برسم هو حلو ان الواحد يعمل شفت كارير يعني فيه ناس بتبقى بتشتغل حاجة وبعد شوية حب انها تغير من شغلها فتاخد كورسات زي كده وتبدأ تعمل عمل فني فيه ناس بتكون اساسا ما بتشتغلش خالص وفكرت دلوقتي انا ولادي كبره وما عنديش اهتمامات فممكن ان انا عندي وقت استفيد به اه الحقيقة هو بيشغل الوقت جدا وبيخليك انك انتي تنتجي ومتيب بيش بقى قعدة زهانة ولا مستنية ده حقيقات دي ده مش عارفة لا انتي مبسوطة انك انتي بتنتجي حاجة حلوة وبتتعرفي على ناس جديدة من خلال الورش بتحضريها اه بتعرف على ناس كتيرة ولما بتروحي المعارض بتتعرفي على ناس حتى اللي عارضين يعني احنا كنا كذا واحدة عارضة ديكوباش كل واحدة اسلوبة بختلف عن التاني مش هنبى زي بعض لان طريقة ألوانك طريقة شخصيتك هي اللي بتطبع على الحاجة انك انتي تقدر يطلعيها بشكل معين يعني كلكو اخدين ورشة مع بعض لكن مفيش منافسة مفيش منافسة كنا احنا ثلاثة عارضين مع بعض كل واحدة عاملة مننا شكل مختلف عن التانية طيب قولي الحاجات دي بقى يعني انا لما اجي انتي كفنانة يعني لما بتيجي تشتريها خشب وبعدين تجيبي الالوان وتطبعي الحاجات والكلام ده كله بيبقى مكلف يعني انا لما اجي اشتري قطعة هلقيها غالية ولا هتبقى في متناول الايد انتي عارفة اسعار السوق عاملة ازاي بصي هي في متناول الايد لانها انا بجيب جميع الحاجة وبجيب الاسعار كتيرة عشان تناسب الناس كلها يعني مش بحاول ان انا اجيب فيه طبعا حاجات بيت بغالية بس انا بحاول ان انا اجيب كل الحاجات يعني من صغير لمتوسط لكبير لكله كل حاجة الاسعارها ايه فبحاول عشان الناس تقدر تشتري اه ترضي جميع الازواء كل واحد حسب امكانياته طبعا هو مهم جدا التنوع ومهم جدا ان احنا نفكر ان احنا كمان لو خدنا ورشة تدريبية هنعرف نعمل حاجات في البداية بتبقى مش قوي بعد شوية بتبقى بيرفكت اه طبعا والله يننسي احنا سعداء بوجودك معنا جدا سعداء بالاعمال الفنية الجميلة اللي قدمتهانا وسعداء بفكرة اننا نغير من حياتنا لو عندنا موهبة ممكن نستخدمها في اننا نحسن من دخلنا او نطلع طاقات سلبية ونحولها لطاقات ايجابية نشكر دفتنا اللي كانت من ورانا الاستاذة انانسي عبدالعزيز اللي نورتنا مرسي انانسي وانا مبسوطة ان انا معاكي شكرا بكده خلصت مع حضراتكم فكرات برنامج تعمل بيوت هنخرج لفاصل صغير ونرجع نقابل حنان مرة تانية موسيقى 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 مشاهدينا بنرجع مرة تانية ووصلنا لختام حلقتنا النهاردة وعايز أقول لحضراتكم المنتجات الفنية الجميلة الفقرة اللي كانت معاك يا مروة قد إيه رائعة يعني الحاجة فعلا أنا لما شفتها ويعني قد إيه ألوانها جميلة ومتنسقة والخامة حلوة يعني فعلا نموذج مشرف للمرأة المصرية المبداعة الفنانة بحقيكي على الفقرة دي يا مروة وعلى المنتجات الفنية الجميلة دي وبحيي ضفتك طبعا والله إحنا بنحيي إعدادنا الحقيقة سواء في زينة أو في طعام البيوت يعني دايما بينطقوا مجموعة من الفقرات بتبقى مناسبة جدا للوقت اللي إحنا فيه مناسبة للحالة الاقتصادية مناسبة للأسرة المصرية زي فقرات حنان النهاردة كانت جميلة كنت بتتكلمي على موضوعات مهمة جدا صحيح آه تربية الأبناء والأخطاء الشائعة كمان يعني إحنا يمكن كتير تكلمنا عن تربية الأبناء في حلقات كتير قبل كده لكن ركزنا النهاردة على أن إحنا بنغلط وإحنا بنربي أولادنا بدون قصد طبعا إحنا دايما عايزينهم في أحسن حال ودايما كلنا أكيد عايزين أولادنا يبقوا متفوقين وشاطرين في كل المجالات لكن النصيحة أوقات يا مروة بتبقى بشكل غلط مش بيستقبلوها الاستقبال المفروض يعني فيا رب تكون الفقرة كانت جميلة كانت جميلة جدا وإحنا كمان فقرتنا الأولى في طعم البيوت كنا بنتكلم فيها عن نوع مختلف من المخدرات اللي ممكن يتعرض لها شبابنا إحنا بنحاول والدولة الحقيقة بتحاول وبتسعى لأنها تهتم بالشباب في كل المجالات لكن في جهات أخرى بتهتم بأنها تدمر شبابنا مهم أن الأهل كمان يبقى عندهم الوعي عشان ياخدوا بالهم من شبابهم من أولادهم علشان هما دول مستقبل بلدنا ومستقبل حياتنا كلها صحيح صحيح والإدمان يعني هو الاعتياد على شيء معين فإدمان السوشيال ميديا ده نوع من أنواع الإدمان يمكن لا يقل خطورة عن إدمان أي شيء آخر يعني كانت فقرة جميلة وقيمة عموما وصلنا لختام حلقتنا النهاردة بنشكر كل السيدة المشاهدين على الحصن المتابعة مرسي يا مروه مرسي يا حنان مرسي لحضراتكم مشاهدينا استنونا بكرة ودايما زينا وطعم البيوت مرسي لحضراتكم مشاهدينا المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة